قررت يا جماعة انه انا هيدا البلد من ارجع عليه اني تايم سون هيك ماخد بريك بعد غياب ثلاثة شهر اعلنت استندب كوميدين شادن فقيه اختيار المنفى الطوعي على لبنان بعد الملاحقات القضائية والتهديدات وهدر الدم بحقها بأيار الماضي سربت صفحي توينية الدولة فيديو قديم من احد عروض شادن الكوميدية يلي ما كان مفروض يتصور ولا ينشر اتنوى للمقطع المسرب موضوع الدين الاسلامي وبلش التحريد عليها سبب الفيديو المسرب قصد بفاجعة فتحركت ضد شادن ثلاث دعاوة قضائية من دار الفتوى المجلس الاسلامي الشيع الاعلى والنائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت بجرائم التجديف وتحقير الشعائر الدينية واسارة النعارات وما وقفت الاشياء هون هدر دم شادن على وسائل التواصل الاجتماعي وبالشارع كمان يلي طالب بعض الموتورين فيه بتحقيق عدلته بايده اذا كانت تضمن حرية اقوالهم فليفسحوا المجال لحرية افعالنا استغلت السلطة الفورة الدينية لتصدر بحق شادن قرار بمنع السفر بس كانت شادن اصلا بجولة عروض بكندا ما عليسترنا انترنا عشو نعلم ما كان السكتش لمسرب وحده سبب ملاحقة شادن وشيطنطة والتحريض عليها انا مطلوبة عالمحكم العسكرية انا مدنية حقد حاكم عسكريا سبق وتلاحقة شادن قضائيا لانه بدولة متل دولتنا هيلات الشخصيات او المؤسسات بتهزة نكتي متل نكتيت الفوطة الصحية مع قوة الامن بوقت الحج الصحي عايام كوفيد والعين كانت حمرى عشادن بسبب فيديوويتها اللي بتتمتع بالجرأة السياسية وبتتصدى فيها للمواقف الزكورية وللتحريض ضد اللاجئين السوريين وحملات الهوموفوبيا وقمع الحريات بكل اشكالها ومشكة لبنان لا طلعت المصارف والنقارتين المصريات ولا البنكرجية ولا النواب ولا النيترات ولا الحدود البحرية اللي حزب الله بيها على اسرائيل ولا ولا شي مش هول مشكلة لبنان مشكة لبنان اللوط الحملة دوتشادن مش اول حملة لكمل افواه ومنح حرية التعبير بس هاي دي اول مرة بيوصل التحريض والتهديد لحد اجبار فنانة لبنينية انها تترك البلد يعني ما بحقيتي انا كان بدي هالشي ما بحقيتي كان بدي في اللي من البلد صار ياللي صار ما في دولة تحمينة ما في قضاء ما في امن اذا الشي هول هن اللي بيأزوكي اليك